نظام مركز تنمية المواهب احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لامتصارات أكتوبر المديدة بمشاركة كرة للأطفال والشباب على المصرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يأتي ذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا بذكرى النصر هي رسالة فخر وعزة ونصر جسدها هذا الجيل من النشأ خلال حفل نظمه مركز تنمية المواهب احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر بمشاركة كرال الأطفال والشباب على المصرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المستمرة طوال الشهر لإحياء هذه الذكرى الغالية بعدد من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها النهاردة بدأنا عاملين الاحتفالية على فصلين الفصل الأول بنتكلم على حب مصر وانتماءنا لمصر من أول مصر التي في خطري لحد حبيبتي من ضفيرها وعملين نبزة شوية لشهداءنا الأبرار وعملين في الفصل الثاني بدأت ملحمة ستة أكتوبر يعني نعمل بيه الحفرات بالإضافة لأننا نقدم أصوات كثيرة في المركز يعني بيجوا طبعاً اللي هي الولاد من العدم بنفضل نشتغل عليهم اللي نلاقي عنده جاهزية واستعداد للغناء الفردي بنقده نقدمه ونشتغل عليه وبنقدمه هنا وبتقدم من خلال الفرق الكبيرة وبنقدمه في برامج في التلفزيون وهنا فالحقيقة يعني إن شاء الله عاملين مجود كويس يكلل بجناجح بإذن الله الحفل شارك فيه أعمال مختلفة وقدموا من خلاله مجموعة من الأعمال الغنائية الوطنية التي تفاعل معها الجمهور بكل حماس وفخر كمصر التي في خاطر وحلف بسماها وسط أجواء من الفرحة والفخر بما سطره أبناء القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر من إنجاز سيظل محفوراً في وجدان أبناء الوطن ويتدارسه جيل بعد جيل المناسبات عموماً بيبقى فيه طعم خاص للمناسبات في الحفلة أن أنت بتبقى مثلاً يعني أوقف بتعمل حاجة مش ليك لوحدك للبلد كلها الناس كتير بتتفرغ عليك بتمثل يعني بتمثل حدث كبير شرف لي أن أغني المصر طبعاً وأغني الأغني الجميلة اللي إحنا بنغنيها دي وبنعمل هي تدريبات كتير طبعاً فخورة جداً إن أنا أغني في حفلة 6 أكتوبر وعملنا إنجاز كبير قوي لإن إحنا نطلع الحفلة دي أفتخر إن بلدي يعني انتصرت على أعداء نفس 6 أكتوبر وطبعاً جيشنا اللي حمينا يعني وطبعاً نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جداً إن هو بيساعد بلدنا وبيخليها بنحمي بلدنا كلنا أفتخر إن أنا في حفلة 6 أكتوبر في انتصارات أكتوبر يعني دي حاجة مشرفة لنا وللشعب إن إحنا يعني قدرنا إن إحنا نحمي بلدنا أنا أغني أغاني كتير وطنية ومثلاً زي مصري اللي تفي خاطري وبسم الله وحبيبتي من تفايرها ومصر أم الدنيا حاجة تشرف وهو بيغرزوا في الأطفال اللي يحب الوطن وحبهم لمصر أغاني الوطنية اللي هما بيتعلموها من دلوقتي أعتقنا هي بتزرع جواهم إيه هي مصر إيه هو الوطن إيه هو الانتماء فمن أهم الحاجات إن إحنا نزرع في أطفالنا الانتماء للبلد اللي إحنا عايشين فيها البلد الجميلة مصر رسالة مهمة يقدمها مركز تنمية المواهب في تبني الموهوبين في مختلف المجالات للارتقاء بالذوق الفنية وإقامة مثل هذه الحفلات التي تغرس حب الوطن وتستعيد ذكريات انتصارات أبطال مصر نصر أكتوبر إنجاز سطره جيل من أبطال القوات المسلحة في الماضي لتظل هذه الذكرى محفورة حتى وقتنا الحاضر لتكون جائزة الأجداد للأحفاد من هذا الجيل من النشأ في استعادة هذه الروح لقيادة مستقبل يعبرون به إلى الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري